قصة النهاردة عن التعصب عن أب بيضرب مراته بيجبر بناته على النقاب أب ما بيعترفش بحاجة اسمها حساس رسم وموسيقى في المدرسة مع أن ربنا قدى البنته موهبة الصوت الحل وهي بتغني وبتعزف عود من وراء في المدرسة بمساعدة مامتها والمس بتاعة الموسيقى ولأن البنت خايفة من باباها اللي حرمها من موهبتها وفي نفس الوقت مش قادرة تمنع نفسها عن حب الغنى والموسيقى اللي هي بتعملها في السر تفكيرها وديها إنها تعمل قناة على اليوتيوب تغني وتعزف فيها وهي لبسها النقاب عشان ما حدش يعرف هويتها ويعرفها مين أو يوصلها وبعتها تاخد رأينا عشان كده منورنا النهاردة ومشرفنا دكتور نور قسامة استشاري تعديل السلوك عشان نقول لهيبة تعمل إيه زيك يا دكتور إيه الأبوة أخبارك إيه؟ عمل إيه؟ الحمد لله رأيك في قصة النهاردة قصة مهمة جداً وبتحصل في كتير من البيوت لو عايزين نربي ولادنا مفروض نربيهم قبل ولادتهم بعشرين سنة عن طريق تربية الأب والأم فالأب والأم التاريخ العائلة بتاعهم بتاع التربية هو اللي بيحدد ابني وبنتي هم الصورة لي هيتطلعوا ازاي؟ هل هيتطلعوا سويه؟ والظروف مش عايز أقول إن الظروف الصعبة ممكن تطلع واحد غير سوي يعني عندنا عنشتاين وتوماس إيهدسون عندنا شخصيات كان عندهم صعبات تعلم وظروفهم صعبة بس كان فيه عيلة وعية وعية أنا مش بتكلم عنها فكرة محو الأمية التعليم يعني لأ بس كان فيه وعية وعيين لإيه؟ للتربية السليمة أصدق بالظبط إزاي طلعوا؟ هنية الطيبة كلام الناس الطيبين إنه على الأقل لو طب طب على الولد لو شفوا محتاج إيه وحتى لو معوش حاجة يقولوا مثلا أنا إميكانياتي كذا ومش قادر أجيب كذا صح؟ إحنا نصارحهم باللي إحنا نقدر نعمله اللي ما نقدرش نعمله بص دي حقيقة دواعي بص الفكرة اللي إحنا نطلحهم عندهم قيم وسير كيات صح بس نطلع قدوة ليهم إحنا للأسف بنامي العكس أنا الأب أنا اللي بحكم أنا السيد أنا بعمل كذا السبب التربية ده زمان كان بينفع بس بقى السوشال ميديا بقى والتطور التكنولوجيا اللي بيحصل بس زي ما قلنا بيشرب سجائر ومش عايز ولادي يشربه سجائر عايز بنات ويربسوا النقاب هو لا يقتدي ولا يمت للدين بصلة طيب لما نجبر العيالة على الدين هل الدين فيه إجبار طيب بيحصل إيه بقى تربية ده عملة زي أقول لي كيه خليهم يسمعوا بنعمل إيه بقى الإجبار فكرة الإجبار في حد ذاته عن الدين إحنا عندنا حاجة طيب لو أجبرته بشكل ليه علاقة بالإيزاء البدني الضرب فأنا كده بعمل حاجتي يبقى طالعه شخصية سادية وتتمتع بإيزاء الآخرين هيبدأ بالشخصية الأضعف وحزنة أبي كريب بورسعيد الإبن اللي موت والدته بالسكينة كنوع من أنواع على الإسقاط النفسي كفاية أنا تعبت من غير ما قصده ميتل والدته والنوع الثاني المهم جدا إنه هو بيأثر على المادة البيضة اللي حاولين المحور العصر بتاع المخ نفس شكل المخ اللي بيحصل العساكل والجنود اللي برجعه من الحروب بالزبط هو المحور العصبي فيه مادة بيضة حلول المخ دي اللي بتأثر على الحالة المزاجية اللي ممكن توصل الهوس الاكتئابي أو الاكتئاب والميول الانتحرية وده حصل في معدل صحة العقلية بتاع كندا وفي أمريكا كتير قوي إن كتير من اللي بتعرضوا للعنف الأسري إجباراً على أي شيء ممكن بعد كده عندهم ميول الانتحرية أو شخصية سادية ده بالنسبة للبيهيفر للسلوك رقم 3 بيكونوا نفسهم في الإجبار العاطفي إجبار العاطفة اللي هو الحب المنطقة الأماني كونفرزون ما بيش بيلاقوه فبيدوروا عليه بره فبيدوروا عليه بره ده هم ممكن يكونوا عرضة للتنمر ومبسوطين أو التعرف اللي مصح مع الجنس الآخر عشان هي أو هو مش حاسين بالحب جول البيت فبيدوروا عليه بره محتاج حنان من بره زي ما بنسمع البنات بتعمل أو ولات بتعمل يعني محتاج حنان بره ضحك على بنت الناس واحد يضحك عليها واحد يضحك عليها بابن تشوف الكلام ده كورتي تقولك أنا بنتي مش عارفة يا عمرك كده عشان ما لقيتش حنان جوه مدين ده حي عشان ما لقيتش أبي طب طب ولا حد يهدى في حضنها طالع عنصر العنصر آخر اللي يضحك عليها ممكن يبعنده حاجة اسمها إدمان العلاقات طالع من بيئة غير سوية فبيبدأ يحس بذاته لما بيتحك على البنات لن يمكن لإخواتهم يبقوا كده آه طبعا هو بيت من علاقات المتعددة هو فعلا سافر بار أول واحد لما بيسافر بار يعني آه أقولك فيه بيبقى أكل العيش وحاجات كده بس اللي ده مش هربان ده مش الولد ده ما هربش يعني أنه عشان يهرب من ظلمه وقهر وتحكمات البابا طب إحنا عندنا حاجتين آه لو كان من الشخصيات الخجولة أو المتواضعة أو قلت ثقة بالنفس هيكتفي بالأمر الواقع أقول خلاص وده كرسة لو كان من شخصات العنيدة القوية اللي هي هيتمرد هيتمرد أنا عايز أهرب عايزه في نفسي عشان مش عارف يبقى أخلق عندي دافع إنه ننجح فلازم يهرب خامس نقطة الإجبار على الدين بيجيب حاجة اسمها التشدد الديني اللي هو ممكن يوصل معايا حاجة اسمها رهاب الوجود ليه عنصرين رهاب الوجود يوصل على الحرام على النار فالدنيا كلها بيجيب حاجة يا بجورة دي حرام صحيح زي ما أختها بتجاوزت له أحد بمتشدد جدا بس هي ما كانش عندها يعني حقق أو يعني ما قدرش أقول آه إن ما كانش عندها اختيار إن هي تقول لا صح آه للأسف آه هي بتهرب من من قفص بس هي مش عارفة إنه برضو الهروب أنا مش عممكن يكون طيب زي نفس البيت يجيب الشخصيتين دول واحدة بتغني وبتعمل وبتعمل والتانية لأ راحت عشان تتجوز آآ واحد بابا أختار ومن عيلة متشددة جدا عشيحنا إزاي يا ربي كده وكده هقولك هي فيه فيه جزء بيولوجي فيه جزء أنا موروث يعني فيه ابني لما مثلا أقولك في بدوات المدرسة سهلة قوي نشيط الطباعة دخل تعرف عن الناس ومفصوط وصعب الطباعة يعنيت قوي ما بسمعش الكلام وفيه سهل المنال حبيبي أعمل كده حاضر أعمل كده حاضر فإحنا عندنا ثلاث شخصيات دولة فيه جزء موروث بيطلع بيه وفيه جزء أنت بتديه من القيم أنت بتغيري شخصيته فيه جزء بيطلع كده وجزء بيطلع كده فهي الجزء هي طلعت عشان عايزة جوز خلص دي هي كده أنا أطهقت منك وعايزة هي شخصية حابة تهرب شخصية متواضعة أوكي التشدد الديني اسمه رهاب الوجود رهاب الوجود الحرام وكده أنا ممكن بعد جده ألجأ لاستقطاب الجامعات الالرهابية بكل بساطة عادي جدا نعم جدا طبعا نعم ليه بقى عشان خاطر أنا بدأت أخاف إن ده لو عملتوش أخش النار في العاشة أخش الجنة زي ما بيتحكوا على أغلبية الناس عارف زي فكرة بكلمك بفكرة بككرارها كتير الفكرة بتخش تبقى معتقد المعتقد بتبقى وجهة نظر الله هذا موضوع ده مهم جدا بيخليني تبقى عادة والعادة بتبقى سلوك وتكرار السلوك بتبقى شخصية يعني هو لو كان قال إن هو معترض مش عشان هي حرام لا أو حلل لهو ما فيش حد مننا من حق إن هو يحلل أو يحرم حاجة لو ربنا أزلنا بيها بس أنا بقول لو هو كان قال لا لا مش هينفع وإنت المجتمع هيقول علي إيه وأنا موفقش كأب إن أنت يتغني وإنت بقي فنانة وإحنا يا بنتي تربيتنا مش كده وإحنا مش بتوع الكلام ده زي مثلا فاعة معينة أو ناس كتير في المجتمع بتفكر كده وبيحبوا يمشوا جنب الحيط وإحنا مش بتوع شهر أو يا بنتي ده إحنا غلابا إحنا عايزة نسؤول علي فضحتيني فكرة الفضية كممكن تسمع كلامه حتى رويها ده حلمها طيب هي ممكن تسمع كلامه لو هي كان مع الشخصيات المتعرضة اللي هو طب خلاص حضر أو مش عايزة زعلك يا بابا لو أنا بحبك فعلا كنت هتخلى عن حلمي ممكن حد يتخلى عن حلمه لو بيحب أهله قوي ممكن بس ده في الآخر بيقتل فكرة الدافع وفكرة الدافع لو اتقتلت أنا ابني أو بنتي مش عايشين يعني لو أنا عند درجة حرارتي 40 درجة ومش قادر أقوم أصلا من السرير والبيت بتحرق أنا هم ممكن هم من قطو مش باك أجري لازم أهرب اسمه دافع البقاء لو رجل مكسورة وكلب سعران هيعضيني حاجة بتدفعني لأن أنا عيش بالزر الأسد والغزالة ربنا خلق الغزالة أسرع من الأسد بس الأسد لازم أكلها عشان لما كلهاش أهله يموت من جوة دافع البقاء هم الغزالة عارف هي أسرع بس بتخاف خوف خيالي فلما بتخاف تجدر زجزاج منحنات فسرعاتها بتقل فالأسد أسكى عشان عنده الدافع طب هو إحنا ساعات ممكن ناخد أفكارنا فعلا من الأفلام يعني الأفلام دي يعني ممكن أبقى عادة ولا دا بيبقى يأس ولا دا بيبقى إيه طيب ولا دا طبيعة فيه أكتر من حاجة فيه الشخصية قوية فيه حاجة اسمها تقمص الشخصية يعني كم مرة تفرجنا على فيلم أو تمثيلية وممكن أن يكون عياتنا أو دحكنا وتأصلنا درجة حسنة دي حقيقة دي اسم تقمص الشخصية المخ ما بعرفش الفرق بين الخيال والواقع ودي حقيقة يعني لو فكرت الفكرة بشكل كتير بقى أنا بأحلم بيها لا أبقى عالب باطل لا أبقى تفرج على فيلم مثلا لحبك لبلدك أو زي مافيا وتفرجنا كلنا حبنا ببلد أكتر ونحب ببلدنا بجد وحاسين إحنا لازم يكون لنا دور ونعمل حاجة فعلا بتأثر فينا صح طبعا ممكن فكرنا ممكن كنتبقى زي مصطفى شعبان في يوم الأيام أو ممكن لبقى زي أحمد السق واخدم بلدي في يوم الأيام صح لحد عشر سنين الخيال بيكون عند ابني مصار جدا وحاجة جميلة بعدها بتيجي مرحلة تقمص شخصي لحد ما بنجبر بس فيه بقى مرحلة ده ده صعبة شوية إيه بقى إن هي بقى العالم الإفتراضي هل هي شفته بشكل تقمص الشخصية اللي بخرق دافع عن هامل كذا ولا العالم الإفتراضي بتلمح لإيه بقى دكتور العالم الإفتراضي إن هي بتعمل كده لأ خالص بس العالم الإفتراضي ها إن شفت ده فببدأ عالم مش حقيقي بعيش فيه وبغوص فيه كأنه كأن دي حقيقتي أنا وبحط بترتيب أفكار وأحداث حصلت منافية سماعة الأحداث المنافية للواقع للأسف اللي دي بتبقى أوقات متلازمة فبحط أحداث خيالية ما حصلتش ها ثلاث اللي هي ما حصلتش في الواقع أصلا يعني هي مثلا دلوقتي عايز تخش العالم الإفتراضي إن هي يعني بتقعد بتنشط مخها إنه أنا هبقى ستار وأنا هامل وهامل وهامل وفعلا هاختلف وبتحفز نفسها كده وده لا لا ده ما حصلش إلا هيحصلها طيب خلينا نقول حاجة المشكلة لو هي خدتها كنوع متقامل شخصية ده حالتي وأنا هبقى زيها خلق الدفع دي حاجة عظيمة بس لو خدتها كعالم إفتراضي وحط أحداث أنا ممكن بعد كده حاجة أسماء للدعاء حاجة وأبدأ عيشها على صحابي أصدقائي أنا عملت كذا أنا عملت كذا بحطة بعد بوصها للكذب للدعائي اللي بوصها للكذب المرضي ده اللي غلط الأولين اللي صح اللي باخد ده نوع من إنواء التقامل الشخصية اللي باخلع عند الرغبة بس أنا عايزك بقى توضحهم لي دوريا دكتور مانش حاضر بشيحنا عايشين مع ناس كتيرا وكدبين دهائي يعني هي بقى الكذب للدعائي يعني هي بقى الكذب المرضي يعني هو مش في آخر كذب لأ بص هقول لك حاجة هو أنت بتصدق إن في حاجة اسمها كذب أبيضة وكذب أسودة خالص إطلاقا ماشي هقول لك خلاص أنا خلاص تقامل الشخصية موضوع الكذب ده إحنا عندنا أكتب من عشر أنواع كذب عشر أنواع؟ طبعا إيه بقى عشر أنواع عندنا أول حاجة الكذب للدعائي ده إن أنا بداي حاجة مش عندي نحن لازم نقولك مثلا ما بيجو جوزوا بنت دي نورت لبيت دي أحلى واحدة عند دي بتسمع الكلام دي لشيلان موه لازم يقول كده عشان يجوز البنت ده كدب الدعائي لا ده أنا بحاول تجمل لا أجزب أجزب الواقع بس للدعائي أنا أقول مثلا أنا جبت عربية جديدة أنا عندي مشكلة في إشباع الرغبات فببدأ أحس النشوز الدفاعي إن سعيدة لما أجزب يعني كذب للدعائي أو الكذب الانتقامي إيه اللي الكذب الانتقامي ده بقى أنا وأنتي شغالين مع بعض فدائما الناس بتقالل بيننا عايز أنتقم منك فممكن أو أديك يفوموش كده كبيرة قوي وأقعيك فيها سيلي اللي عملت مش نور يالها ربي ويفضل كده ده ممكن توصل لجرامي قتلة بعد كده إيه ده أيوه على شغل طبع على أي حاجة على حسب الشخصية الشخصية بتاعة الأب دي سايكوباتي أولي سايكوباتي أولي ده هو بيستمتع بالإزاء النفسي والبدني وبيحس بالسعادة وبيحسش بالندم وحس اللي كله يوندي حاجة عظيمة جدا هو جاحد ممكن نقول إن العوامل البيئية اللي هو نشأ فيها كانت غير سويه فبيحصل له ارتباط شرطي أشخاص أشياء أماكن يعني مامته كان بتتضرب مامته كان بتتضرب أو هو كان بيتضرب أو هو كان بيتعرض لتشوحنا من الضرب هو أو مامته أو أخواته هو الرجل اللي بيتضرب مراته كان مامته بتتضرب من بابا لازم أو هو كان بيتضرب لا بجد طبعا ما هو خد شوحنا من الضرب خد شوحنا من الضرب فبيبدأ يطلحها على الشخصي الأضعف من هي مراته أو عياله فبيبدأ يحس بذاته كنوع من أنواع الإسقاط النفسي أنا كرة يا برب أولادي هو خد على العادة دي حاجة اسمها الدجمة الدجمة دي أنت بتعمله تصرف معين خلاص أنت مقتنعة أنت مهما حد تغير تفكيرك أنا مثلا الناس بتقعد مثلا بتشجع نادي معين أنا أنا النادي بشجع نادي ده خلاص الموضوع انتهى دجمة فهو خلاص عد 21 سنة أنت بتتكلم على 100% من القيم والسلوكيات عند بناء دمك تعملت فبيبدأ يحس بإسقاط النفسي أنا خلاص أنا كده كويس كده أنا تمام الأشخاص الأشياء الأماكن المكان البيت الأشخاص أولادي أب أم وأولاد الأشياء الطريقة التعامل فخلاص هو ده اللي أخذ عليه فذكرياتي أنا بس تدعيها أن أنا سعيد لما أعمل كده خلاص أنا أخذت على كده وخصوصا أن أنا عارف أن أنا النوع من أنواع الإسقاط أنتش تفتع منه حاجة يعني الشخصية السيكوبيتية اللي أبقى بتكلم عليها دي هو أخركو إيه بين البالة دي ساعة أنا بصف عليكم ويتعف ديت وقتله مش تعف تيمش من بيت طب هيبها دي شخصيتها إيه لو تحليل لك الشخصية بالنسبة لي الشخصية مش شخصية قوية بس الشخصية ممكن نقول عليها متوضع وبتحاول بين المتوضع بين الشخصية قوية دريمر هي شخصية حالمة حالمة بس من أنواع الشخصات اللي بتكلم عليها مش خجولة بس متوضعة هي نصها توصل بس ما عنداش اتجراءة شوية أو اتدافع إنها هتعمل ده ما هتعمل ده بابها أه طبعا أنا بتكلم عن نوع الشخصية بس فكرة إنها هتجرب وتجازف المجازفة دي أنا بس عاجبني فكرة المجازفة يعني أنا عارف إن حواد السيارات مموتها إيه لأ مموتها بتحبها قوي مموتها دهابها كده الفكرة بقى مموتها من الشخصيات اللي خلت نفسها تعمل كده عشان ولادها يعيشوا ولا عشان هي اتحرمت من حاجات كتير لأ هي خافت على ولادها قوي هي قلت معلش لأ فالمتوضعة بتنزل خجولة فالخجولة بتنزل إليه ثقة بالنفس فبطول حاضر على كل حاجة عشان الدنيا يتعدي بس على فكرة الدنيا يتعدي دي ممكن تجيب لولادي صدمات يعني دمي أنا بقول إيه حاجة اسمي جي إيه وف اي دي اس مشاعر الحب ومشاعر الخوف الخوف ده من حاجة انت عارفاها بس المشاعر الحزن التاني بيجيب لك القلق قلق وهمي أنا خايفة لحسن يعمل في بنتي كذا أنا خايفة يحسن يعمل في بنتي كذا هلاوسي أو وسواسمي الحاجة بالضبط والحاجة مش حقيقية بس هاربك تقصر مش معنا ممتها عملت كده معها ومعملش كده مع أختها أو لحت أختها من جوازة فشلة أو ابنها النوع يسافر حاست إن حلم بنتها أو حاجة أسمعها حلم الأبوين إن حانتهت أنا لازم عشان ما أحسش إن أنا أحصل لي حاجة لازم حلمي اللي كان نفسي أعمله أعمله في بنتي عشان ما أضعاش نفسها معمل بقولك شافت نفسها فيها احنا بسمحة حلم الأبوين اللي هو خلاص بقى أنا لازم أعمل كده فما فكرتش في الأضرار قد فكرت أنا أعرف عامل ده فما لحقتش بنتها لين تتجوز راجل مش كويس زي ما هي تتجوز الجوزة ما قدرتش بكبس الضغط النفسي مال القرارات اللي فيه يعني الضغط النفسي هو البنزيم اللي بيحركنا كل يوم المعدل الطبيعي لما بيزيد الأدرانين ونو أدرانين والكرتوزول بيزيد قوي فأنت تفكيريكي بشتت ما بتعرفيش تاخدي قرارات صح الكرتوزول ده مسؤول عن السعادة الكرتوزول ده الأدرانين ونو أدرانين والكرتوزول المسؤولين عن الغضب والمعدل بطاع الضغط اللي انت عايز تعمليه يعني إحنا عندنا السيرتونين وأندروفين ودوبامين وإكسطين دي هرمونات السعادة والهرمونات التانية دي بحب يكون معتدلة الضغط النفسي أنا نازلة ليه عشان عايزة أعمل كذا ده بحركة بس لما بيزيد على المعندل الطبيعة بتاعه بتقليله هرمونات السعادة في المخ فبتخش في موضوع يا اكتئاب مثلا أنا أقولك حاجة الرهاب الاجتماعي أو الرهاب الموت الأمة ممكن تكون عندها وسط الرهاب الموت هي خافت تفرد في بنتها أو خافت بنتها يحصل فيها حاجة فهي تكون تحس بالندم اللي هو الرهاب الموت فممكن تكون عامل كذا من منطلق على التراب السلوك اللي حصل لها أنا خافة أفقد بنتي مثلا إزاي إزا كان البنت أول ما بدأت تنجح والبنت لسها صغيرة أمها ما قدرتش تنزل معها وصحتها ضعفت ليه؟ ده حاجة نفسية؟ ورد جدا يكون نفسي آه ليه بقى؟ يعني ليه أشوف بنتي بتنجح؟ أتعب بص الكرتوزول لا خالص المضوع من ضغط النفس الكرتوزول لما بيزيد المناعة الجسم بتقل فأنت عرضة لإصابة بأي مرض عشان كده بيقولك دايما حاول تحافظة على حالتك النفسية عشان المناعة لو أنت كرتوزول زاد المناعة بتقل أو بتهجم بتهجم جامد جدا فأنت عرضة تتصابة علي فيه كنت زعلان دور بارد تكويمك وفي حاجة تانية يعني عندنا أريحة مثلا ممكن تكون حاجة اسمها صدمة الأجهد الضار الصدمة بالإنابة يعني الصدمة معقدة الصدمات دي بتيجي مع الارتباط الشرطي مع كتر الضغط النفسي أنت مش قادرة خلاص تاخدي قرارات أنت ممكن توصل عندك رهاب اجتماعي أنت شغلستعرف الناس أنت حياتك كلها منصبة على بنتك عشان كده أقولك ممكن تكون وصل لموضوع رهاب الموت أنا خايف على بنتي فبيوصل لموضوع الحاجة اسمها ألا الوحش ألا أخوة بخيالي أحداث غير حقيقية ماذا لو دفضل ماذا لو دي فقرة بالليل دي فقرة بالليل نص ساعة قبل النوم دي ماذا لو وإيه علينا سقف ماذا لو ما كانوش مش عارف أكتش ماذا لو حصل إيه بكرة واتبدل الحقيقة ده غلط صح ده غلط بالسامة إن أنا عود أقول كل السلبيات أو يعني بسامة أزرع فيها عشان هي هبوزي أكتر من كده ده حقيقة ده حقيقة ده غلط بالسامة هبوزي أكتر من كده يعني بتالي دي حاجة بوزي إن أنا أخذتها من منظور ده يعني أنا لو عادت أتخيل إن حياة هبوز ما هبوزي أكتر من كده ده حقيقة الحمد لله رب اللي نحن رضيين بس يعني في إيه تاني يعني لو أنا فكرت كده خلاص ببعد عن نفسي التهيئات الوحشة طيب وإلا عود أفكر في الحسنات اللي عندي تلاتة يابانين دخلوا تلاجة في نصف ساعة تخيلوا لهم حرانين تلاتة يابانين تخيلوا تلاجة تقعدوا جهو تلاجة قوة تفكيرك ممكن يوصل لفين بدأوا يتخيل لهم حرانين بعد نصف ساعة بدأ يعرقوا وأقولك القصة العكس بقى واحد في ألمانيا دخل بيام الجرد المنتجات ألبان في تلاجة كبيرة بتاعة مصنع بيام الجرد المنتجات الألبان الباب قفل عليه من جوة مات بعدها عشان خطر كان المحد السامع يعني تغبيته وكان المصنع كان يوم الخميس ومصنع بيفتح يوم السبت فأكيد مات مات من البرد بس سيرفيشة بتلاجة بكاشة محدودة هو إيه الفرق بين اتنين الأولاني مكتر الكلام اللي قاله ردراتي راحت للمخ أنا حران المخ اقتنع راحت شاطع راحت لعضاءه بعد كده الغدر بدأت تنزل عرق عشان بس أقنع مخه بحاجة بس دي عند أي بنا قادم فينا ولا لازم يكون بصفات معينة إنت بتقنع عالك بإيه عالك عامل زي المغناطيس والإرادة عاملة زي العضلة إنت هتمرنيها على إيه يعني أقولك حاجة عشان تخيلها المخ بيفكر إزاي لو في فيلم رعب شغلناه وقفلنا الصوت ونورنا النور مش أخاف قوي من الفيلم عايي بس لو قفلت هتخيلها إيماجين لو ركبت عليه مساقة ميكي ماوس أو تومانجيري خلاص صدعت هبة حتى لو فيه صور دامي طب يعني إنت بتقول لهبة إن إن داريكت وي أو بطريق بطريق غير مباشر إن إيه لو سدعت حلمة وإن إيه هتبقى مشهور هتعرف تعمل كلا؟ هتوصله طبعا خالص أوكي ده فيه أمثلة لناس يعني هولي حاجة الفكرة أنا شايف الموضوع اللي هنا فيه قلق ولا شايفه تحدي يعني إيه الفرق بين الخوف مثلا إحنا دقيقتي التوبيس فيش فرامل خلاص وهنقبط في حد ده قلق طيب أشوف فيه سؤال كلا قلته في كتاب عجبني إزاي ممكن تقتل أي حلم جميل مش حلم وحش إنك مجربوش لأ إنك تفاكر بمنطق كل العلماء نيوتن لأ تفاحة واعت قال لك إيه ده معرف لو كان كلا تفاحة واعت وكانش حصل مجانين الناس اللي بتنجح مجانين عشان مش بيفكروا بالمنطق طب أنا ماشي هشوف أنا هسمعك يعني وليك هو كتنظرك أنا هاختم معاك بحاجة واحدة بس هتقول لها تعملي إيه يا هب بس هسمع نصيحتك وما ليش دعوه طيب أنا أقول لك تجربة وسيطة الضرف ده هحطوه في مرة في درجة حرارة عالية رح نطى أول مرة تاني مرة لما هحطوه على درجة حرارة مرة واحدة واحدة تأقلم إيه هتت تأقلمي مع أي حاجة غلق في حياتك لأ قدي أنا قدي أنا نصيحة صريحة طيب جسفي حاجات بيولوجي وحاجات أممية لا لا خالص الحياة عبارة عن مجسفة تبقى أخسر أبويا؟ مستقبلي مهم جدا تبقى أبويا؟ كويس موجود بس النجاح ده لي أنا لما قصة حياتي الناس تعرفها في المستقبل إمتى حد يشتري كتابي قصة حياتي؟ لما يكون فيه صعوبات لما يكون فيه حاجة ملهمة بالضغط أنت تخطيت حاجة ما فيش قصة حياة حد كانت صعبة وكان فيها صعوبات ما حادش يشتري الكتاب بتاعك لازم يبقى أغلاف اللي بره فيه ألوان جميلة خط حلو عشان أعرف أقرأ الكتاب طيب ولو عملت كده وقعه والكتاب في الآخر يعني بعد ما عرناط لأنه هو ما وصلش لله عايزه هينا ما وصلش لله عايزاه هتقول لها أحلم إيه حلم تاني خالص؟ لا كملي أكبر عدو لنا هو تفكيرنا وأعظم انتصار إحنا ممكن أن ننتصر في حياتنا إن إحنا ننتصر على تفكيرنا والأشخاص اللي بتوصل مش الأقوى مش الأسرع هم اللي مصدقين نفسهم هاختم معك بالجملة دي عجبت نورتني يا دكتور نور نور تانكي وإن شاء الله نتقبل في حلقات تانية في قصة حقيقية ربنا سيئة برسي يا دكتور